من المنتخب الأول أروح للمنتخب الأولمبي النهاردة المنتخب الأولمبي هيختتم تدريباته قبل ما يلعب المباراة الودية في مواجهة منتخب الكونغو الأولمبي طبعا روجيرو ميكالي اللي بيقود المنتخب حاطت عينه على المباراة دي لأنها تعتبر استعداد مهم أو خطوة فيه من خطوات الاستعداد المهم في الفترة اللي جاية للمشاركة فيه بطولة أفريقيا اللي بتصدفها المغرب وهتأهل المنتخبات الثلاثة الأوائل للمشاركة في أولمبياد باريس عشرين أربعة وعشرين المباراة إن شاء الله هتتلعب بكرة ودي البروفة الأخيرة قبل ما يسافر المنتخب لمدينة طانجة المغربية عشان يبدأ إن شاء الله بإذن الله مشواره فيه البطولة هيقابل في بداية المشوار النيجر المباراة هتكون يوم الحد اللي جاي في مجموعة التانية في البطولة مجموعة بتضم مالي والجابون ونيجر ومصر نتمنى التوفيق لمنتخب مصر طبعا في بطولة أمم أفريقيا تحت تلاتة وعشرين مجموعة الأولى فيها المغرب اللي بتصدف البطولة معها غانا وغينيا والكونغ وبرازفيل وبيتأهل الأول والتاني من كل مجموعة وبيلعبوا طبعا الأول مع الثاني من المجموعة دي والأول مع الثاني من المجموعة الثانية الاثنين الفايزين بيلعبوا فينال والخسرين بيلعبوا على تالت ورابه البعثة يمكن وصلت للرباط فجري يوم السبت اللي فات ده بعد رحلة طبعا من القاهرة الكازابلانكا تعودنا بقى عليها القاهرة كازابلانكا كازابلانكا القاهرة رايح جاي ومنها سفروا للرباط واستقبلهم الحقيقة في المطار المسؤولين طبعا في سفارة مصر في المغرب نتمنى التوفيق مش بس في بطولة أفريقيا لكن نتمنى التوفيق لمنتخبنا في الوصول واحد لأولمبياد قريس وبإذن الله إن شاء الله أمننا في الجيل ده يقدر يحقق لنا ميداليا أولمبيا أولى بعد ما حققنا ميداليا قبل كده في كاس العالم ليه لا ما نحلمش بميداليا أولمبيا في كرة القدم طيب